فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا وكثيرا ما يجتمعان يقصد أن الخلاق نصيبه للشهوات وداء العصات والخوض نصيبه للشبهات والأهواء قال كثيرا ما يجتمعان فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله نعم يجتمعان الخوض في الشهوات والخوض في الشبهات يجتمعان في الشخص الواحد فكثيرا ممن يقعون في الشبهات يظهر هذا على أعمالهم وأنهم يدخلون في الشهوات أيضا وكذلك العكس كثيرا من استعملون الشهوات أنهم يقعون في الشبهات أيضا فهما متلازمان فتنة الشهوات وفتنة الشبهات متلازمتان والعياذ بالله والسلامة من سلمه الله منهما